اهلا بكم قال رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني ان العراق يرفض اي اعتداء امريكا ضد الاراضي العراقية وسيكون هذا الاعتداء لو حصل خرقا واضحا لما سماها السيادة العراقية في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الامريكية ان ايران وميليشياتها حليفة السوداني وحكومته هي من تخرق سيارة العراق وتهينها كل يوم واضاف متحدث باسم الخارجية الامريكية ان ادارته اوضحت ليران وللميليشيات الموالية لها انها ستدافع عن مصالحها وجنودها العاملين في العراق ويقول الناشطون العراقيون ان الولايات المتحدة التي تتباك اليوم على ما يسمى السيادة العراقية المهانة هي اول من دشن خروقات السيادة في العراق من قبل ايران وبقية الدول الاخرى عبر غزوية العراق وتحطيمة عام 2003 وبالتالي فان دموع امريكا الحالية على العراق وسيادته انما هي دموع تماسيح زائفة لا تنطلي على الرأي العام العراقي ولن يحترمها ولن يقبلها واضاف هؤلاء الناشطون ان ايران وميليشياتها التي تتهمهم امريكا باهانة السيادة العراقية هي من مكنهم من الاعتداء على العراق وسيادته ومقدرات شعبه عبر الغزو الامريكي الذي حطم العراق وقدراته العسكرية والامنية التباك الامريكي الزائف على ما يسمى السيادة العراقية واتهام الاخرين بانتهاك هذه السيادة وعدم احترامها هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما دوافع تزايد الاحاديث الامريكية الرسمية عن اختراق ايران وميليشياتها لما يسمى السيادة العراقية في الاونة الاخيرة وهل يمكن تصديق الاحاديث الامريكية الرسمية عن حرصها على السيادة العراقية وأمريكا هي أول من حطم هذه السيادة واعتد عليها بغزو العراق في العام 2003 ثم أليست الميليشيات الولائية التي تتهمها أمريكا بإهانة السيادة العراقية تحظى بكامل الدعم والرعاية الأمريكية منذ عشرين عاما ألا يعد ثم ألا يعد النظام السياسي الطائفي أكبر المعتدين والخارقين للسيادة العراقية وقد أثبت عجزه في ردع الآخرين عن إهانة هذه السيادة وخرقها ضيفها الطاولة رافع الفلاح قحطان الخفاج عندما تدين واشنطن التدخل الإيرانية في شؤون العراق وتقول إن طهران لا تحترم سيادة العراق يعيد مراقبون الحديث إلى بداياته ليسأل أمريكا من سلم العراق لإيران وما هدى لوكلائها الأرضية ليحكم البلاد وينشر الفساد الخارجية الأمريكية أدانت هجوما شنته الميليشيات المدعومة من إيران ضد قواعد أمريكية معتبرة أن إيران لا تحترم سيادة العراق وأنها تسعى لعدم استقرارها خبر تناوله ناشطون عراقيون بشيء من السخرية والدهشة معتبرين أن الحديث عن سيادة العراق الضائعة لا يمكن أن يأتي من دولة تسببت بكل هذا الخراب بعد غزوها العراق وأسست حالة عدم استقرار وفوضى ممنهجة لا يزال العراقيون يعانون من تبعاتها حتى هذا اليوم أمريكا التي تتحدث عن السيادة لا تزال قواعدها العسكرية في العراق وتتصرف بها دون حتى التنسيق مع الحكومة المفترضة في بغداد وهي إلى الآن بالعرف العام تعد دولة محتلة حتى وإن كانت في بغداد حكومة شكلية تمثل دور التعامل الدبلوماسي مع واشنطن الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية لا يعني أيضا أن إيران لا تمارس الدورة نفسه فكل من يقرأ المشهد العراقي يعرف حجم التخادم الأمريكي الإيراني في العراق لكن قلق واشنطن من عدم احترام طهران للسيادة العراقية يقود إلى الحديث عن الدور الأمريكي في دعم الميليشيات وتوفير الغطاء العسكري لها بذريعة محاربة الإرهاب والتغاضي عن تفاقم قوتها وسيطرتها على مفاصل الدولة حتى أن المشروع الإيراني في المنطقة عموما والعراق خصوصا ما كان ليعيش لو لا عمله تحت المظلة الأمريكية كما يقول مراقبون أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستبحث في التباك الأمريكي الرسمي الزائف على ما يسمى السيادة في العراق واتهام الآخرين بخرق هذه السيادة وعدم احترامها وإهانتها ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والبحث السياسي سيكون معنا هنا في الستوديو ومعنا أيضا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي عبر سكايب أهلا وسهلا بأضيفين الكريمين نبدأ مع دكتور رافع دكتور هناك يبدو أحاديث رسمية أمريكية من الخارجية من مسؤولين آخرين يعني تباكي كما سماها الناشطون والباحثون تباكي أمريكي على السيادة المنتهكة المهانة المعتدى عليها واتهام الآخرين بانتهاك هذه السيادة إيران وميليشياتها ما الذي ذكر الأمريكيون بالسيادة العراقية والحرص عليها وعدم مسها بعد عشرين عاما من هذا الانتهاك المتواصل ليلة نهر بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيقك الكريم قبل هذا علينا أن نتساءل يعني لماذا تتكرر عبارة السيادة في أحاديث كل المسؤولين منذ عام 2003 إلى حد الآن؟ يعني لماذا تتكرر في العراق ولا نسمحها في دول الدنيا كلها ما نسمح هذا الأحاديث يعني عن السيادة والحديث عن السيادة لا تسمحها هذا يدلل على أن الدول التي تتحدث عن السيادة تشكو من عقدة نقص في هذا الموضوع وفيض الكلام بهذا الموضوع يدلل على أن هناك مركب نقص في قضية هذه القضية السيادة وغير موجودة هي ومنتهكة هي السيادة لذلك يريدون يعوضوا بهذا الحديث عن السيادة دائما ويحاولون أن يوهمون بأن هناك سيادة حتى بعد الاحتلال أعلنت الحكومات المتعاقبة أنها استلمت السيادة من قوات الاحتلال سبع مرات وقضايا مضحكة يعني من اللقطات المضحكة في تاريخ العراق السياسي الحقيقة يعني عندما تفتتح السفارة الأمريكية قال الرئيس أو الرئيس بعد 2003 قال الآن عادت السيادة إلى العراق بافتتاح السفارة الأمريكية كيف عادت السيادة لا أعرف السيادة في مفهومها العام في مفهومها الخاص والعام يعني تكون هناك حكومة وحكومة لها سيطرة ولها قرار ثابت ولها قرار مستقل وماكو قوة خارجية ولا داخلية تؤثر عليها ولها سيطرة على المحيط الجغرافي الذي يعبر عنها يعني الحكومة العراقية هي المسيطرة على العراق كله بحدوده ومياهه وسماءه وتتصرف به ولها قرارها المستقل وهذا غير موجود عندنا بالعراق في كل الأحوال يعني قبل ما أجيبك على سؤالك في كل الأحوال حتى في قراءة التاريخ التاريخ السياسي للدول تستقرأ أن هناك دول محتلة دول تابعة دول تحت الانتداب دول محتلة فهنا هذه الأربع تصنيفات كلها تنطبق علينا دولة محتلة دولة تابعة دولة منتدبة انتداب علينا كل هذه التفاصيل تنطبق علينا لذلك قضية السيادة غير موجودة أساساً قرارنا غير صحيح قرارنا ليس ببيت حكومة ليس ببيت كتلة معينة هي التي تقرر قرار خارجي فلذلك ليس لدينا حدودنا غير مسيطر عليها أجوائنا غير مسيطر عليها كل شيء وعلى أرضنا تتصارع كل قوى الدنيا وأعود مرة أخرى الأمريكان هم من أول من يعني استخدم السيادة العراقية يعني مسح فيها الأرض الحقيقة هو من خرق السيادة العراقية يعني حتى باحتلال العراق في عام 2003 ما هي الأمم المتحدة لم توافق على قرار المجلس الأمن لم يعطي توفيضا لأمريكا كيف جاءت أمريكا فهي غرقت الشرعية وغرقت السيادة الدولية وغرقت كل شيء وجاءت واخترقت السيادة العراقية وانتهى القضية والقوانين كلها خرقتها ولا احترام لأي سيادة ولا استقلال لأي بلد فهذه القضية الآن بعد 21 سنة الآن أمريكا تتحدث أن السيادة مخترقة من إيران طيب ما هو السؤال الآن هو إيران من ندخلها للعراق يعني كيف دخلت إيران للعراق هو ضعف العراق من ساهم بضعف العراق وانكسار العراق وخراب العراق ودمار العراق ما هو كل هذه الأسئلة توضع على الطاولة وبعد ذلك يعني يحدثون هل ساهمتهم خلال 21 سنة بصناعة الدولة بإنشاء الدولة بالمحافظة للدولة ما هو الأساس أن نسأل هل هناك دولة في العراق حتى نسأل هل لهذه الدولة أكو سيادة لو ما أكو سيادة نحن نكون عندنا دولة فلا موجب الحديث عن السيادة الآن أمريكا تعرف أنه في العراق ليس هناك دولة القرار مستلب والآخرين وهي جزء من من يقررون العراق ما يريده وسياسته وتوجهاته واقتصاده وكل شيء وإيران متحكمة بالعراق والقواء كلها تابعة لإيران طيب دولة ما موجودة طيب شون تكون هناك سيادة ودولة ما موجودة هناك صراعات هناك فساد هناك خراب هناك دمار سيادة كيف يمكن الحديث عن السيادة والكل يتحدثون عن السيادة بدءا من نور المالكي إلى أصغر أصغر واحد في هذه المنظومة السياسية تسمى العملية السيادة تحدثون عن السيادة والسيادة خط أحمر وما أعرف منه وهم كلهم يخرقون هذه السيادة ويلعنون أهلها وبالتالي هذه قضية السيادة قضية ملتبسة مضحكة مبكية لأن الأساس في كل هذا أن تكون هناك دولة في العراق أساساً وبعدين نبحث إلى عن السيادة أشكرك مساء الخير دكتور قحطان مساء الخيرات والبركات عليك وعلى المشاهدين وعلى الضيف الكريم أستاذي الفلاحي حياك الله أهلا وسلم بسرفعنا الصوت ما دكتور قحطان أنا بالكاد أسمعها دكتور الحقيقة الناشطون والمراقبون والكتاب رفضوا هذا الحرص المزعوم كما يقولون من الأمريكي على السيادة في العراق واتهام الآخرين بانتهاك هذه السيادة واعتبروا أن هذا حديث أو تباكي زائف هذه الدموع تماسيح كاذبة أمريكا هي أول من دشن خروقات هذه السيادة وقد يقول قائل ما الضير أنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بالعراق قد تكون في صحوة ضمير في مراجعة للذات إعادة نظر يجب أن ترمم هذه السيادة يعاد بناءها من جديد وعلى الآخرين أن يتركوا إهانة السيادة اليومية إيران أو ميليشياتها ما الضير أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدي حرصا حديثا أو جديدا على السيادة قررت رحبك أخي العزيز وإن شاء الله صوت الآن واضح لحضرتكم للمسانعين إذا ما تبعنا كل تصريح لأمريكيا يسبق أي سلوك لو وجدنا أن هناك ملازمة أو مترابطة ما بين ما يدعون وما يشخصون من خير ما في المنطقة اللي يراد الوصول عليها وبين الفعل الآتي لها فعندما أرادوا أن يغزر العراق عام 2003 الدعو ما الدعو الجميع يعرف أسلحة دمار شامل ظلم لا دمقراطية دكتاتورية من هذه المسميات ذلك ساخوها كمبررات ثم جاءوا بقوة خارجي سرعية دولية لكي ينفذوا ما يريدون وأساسا لكي يحاكوا السذج من العراقيين الذين يقتمعون بهذه التبيرات الآن حاجة العراق الحقيقية هي لأن توجد دولة وتوجد سيادة حقيقية هذه الحاجة يطلبها المواطن الناصح الذي ضحى من أجل حقيقة العراق سيادة العراق استخدام العراق فأمريكا لكي تريد أن تعيذ ذاتها إلى المنطقة ولكي تبرر أي فعل قادم أمريكي ضد العراق ضد الميليشيا ضد القوة الخارجية ينبغي أن تسوق شيئا معينا فيه من الدالة القانون الدولية وفيه من المقبولية الشعبية السيادة العراق الآن كل عراق ينادي بها ويطلبها كما يريد دولة طبعا والأسف حتى الذين اغتصبوا العراق ووصلوا إلى أسوأ بلد في العالم يدعون الآن السيادة كالأحزاب السياسية والفصائل الولائية وإيران ولكن أمريكا عندما تقول سيادة 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 هي بالتأكيد لا تعني السيادة الحقيقية بالمرة لأنها كما تفضلتم في يمن انتهكت السيادة القانون الدولي والشتشرع الدولي وسيادة العراق في 2003 وحالتها إلى بلد خراب ولكن لكي الآن ارتفع موضوع إعادة السيادة العراق والبلد العراق تعجب على هذا الوتر علها تقنع السدج من الناس أنها قد تكون قائمة بقوة الماء أو بآلية الماء لكي تنقل العراق وتعيد له سيادته الحقيقة هي ليست السيادة المعنية في أي سلوك لا أمريكي ولا إيراني إيران كذلك تدعي بسيادة العراق وسيادة المجرامية التي تحكم العراق وكلها هي حجج وهي المهم في تقنينا كمتابعين هذه حجج تساق لكي تبرر أفعال لاعقة فموضوع السيادة الآن الذي نحن بحاجة إليه فعلا ومجتمعين لا يأتي عن طريق أمريكا أو طريق إيران أو طريقة أخرى إلا عن طريق ابناء الشعب العراقي فأمريكان يعيدوا أن يحاكوا هذا الإحساس حلهم يمتطوا هذا الإحساس ويأتوا ويحصلون على تأييد شعبي أنا حقيقة في قبل حوالي سنة كان لي لقاء عبر السكايب مع مركز أطلنتيك للدراسات الاستراتيجية وكان هناك أعضاء في الكونغرس وأحد قادة العسكريين في المنطقة وتحدثنا إلى حد معين لشيء مشابه ذلك وفي السيادة أيضا كانت حاضرة قلت لهم أنتم تريدون هذه الحجة كما أخذتم الحجة أيام 2003 بإدعاءكم الباطل بالعراق وما العراق وما العراق والنظام السابق وكيف فجئتم خارج الشرعية وانتهكتم القوانين الدولي وسيادة العراق الآن تريدون أن تعيدوا أنفسكم العراق بهذا المسمى أعتقد هي هذه الحقيقة من وراء كلمة السيادة التي تطرقها أمريكا وكذلك هي نفس الغرض إذا طلقتها إيران وغير إيران نعم دكتور رفع يعني داخليا في العراق بعيدا عن قضية الاحتلال ما الذي أيضا جرأ القوى الإقليمية القوى الدولية مخابرات قوى إقليمية الحقيقة جرأها وجسرها على انتهاك سيارة العراق عدم احترام العراق وسيادته خلال العشرين عاما الماضية من النظام السياسي الميليشيات الإرهاب هذه الفوضى العارمة في العراق يجرأ هذه الدول يجسرها على انتهاك سيارة العراق كل الذي تقوله هو صحيح وكل هذه العوامل التي ذكرتها هي التي تجرأ إلى آخرين بلد منتهك بلد مباح لجميع ساحة مفتوحة للصراعات كل أجهزة المقابرات بالعالم وكل الدول تتصارع على هذه الساحة منتهك سياسة واقتصادة ومجتمع وكل شيء فيه منتهك الحقيقة فهذا يجرأ هذه الدول الحقيقة نحن في يعود للتاريخ مرة أخرى التاريخ السياسي للعراق ربما ذكرني بها دكتور قحطان عندما يتحدث لماذا الأمريكان يتحدثون عن السيادة الآن يعني بريطانيا هي من أدخلت العراق إلى أصبت الأمم المتحدة عام 1932 لماذا؟ لأنه كانت بريطانيا هي التي تمثل العراق هي تمثلة دولية أمريكا تعتقد وهذا واقع الحال إيران وأمريكا يعتقدون هم من يمثلون العراق يعني العراق لا يوجد له تمثيل تمثيل حكومي رئيس موجود يفرض سلطة على كل العراقيين بقوانينه بسلطة بحدوده بكل مياه بسماءه بأرضه ما موجود هذه القوة فلذلك هذه القوة التي تصار على العراق والتي تقود العراق تجد أنه هي صاحبة صاحبة العراق يعني هي من تملك العراق فلذلك هي من تتحدث بالعراق الآن عندما الأمريكان يتحدثون عن السيادة مخترقة وإيران تخترقها لأنه هناك صراع خفي موجود بين إيران وأمريكا على العراق بسبب ملفات خاصة بياناتهم لكن العراق ورقة يستخدمونها وصاحة تستخدم للصراع هذا فلذلك استخدام العراق بهذه الطريقة والحديث عن سيادته وأنه إيران مخترقة للسيادة الإشياء أمريكا ما تعرف أنه إيران مخترقة السيادة العراقية من 2003 لحد الآن الآن لماذا الحديث عنها الآن لماذا الحديث عن السيادة بهذه الطريقة والسيادة الآن تشكل عقدة كبيرة في نظر الأمريكان والأمريكان وتحدث المتحدث باسم البنتاجون بأن السيادة مخترقة ولا يجوز وخارجية زعلانة الأمريكية لأن السيادة العراقية مخترقة ما هم يعرفون مخترقة واخترقت بأيديهم وهم من سمحوا باختراقه فالآن الحديث عنه هذا يدلل على أنه يريدون أن يقولون أنه هذا العراق ليس ملكا لهذه الجهة أو تلكها ملكا لنا وبعدين نحن نوزع هذه الحصص مثلما وزعوها في البداية عام 2003 هم يملكون العراق ووزعوا حصصة منه إلى إيران إيران تغولت فيما بعد دخلت استطاعت عملت شغلت أجراءها هذا وحث آخر لكن هذا الذي حاصل لذلك الحديث عن السيادة يريدون أن يقولون أن العراق نحن من نمثل العراق وسيادته نحن من نحدد شكلها وإطارها وشون حركتها ولأنه إحنا يجب أن نقرر قرار أمريكي وإيران تقول أنه قرار إيراني ميليشيات تقول قرار إيراني فالقوة الآن الحاكمة في العراق أيضا تتحدث عن السيادة وهي تعرف أن العراق مستباح لأنه عندك سيادة يجب أن تكون عندك حكومة قوية ومنتخبة ومن الشعب وعلماء الاجتماع يقولون أن السيادة هي أن تكون إرادة الشعب حاضرة في كل شيء سأتحدث ما المطلوب من نظام حتى يعني كيف يكون حتى يكون قادرا على حفظ سيادة البلد الذي يحكمه دكتور قحطان أنصار الحكومة يقولون الحديث الحكومي الآن عن السيادة يجب أن يؤخذ على محمل الجب الحقبة الزمنية الفترة الظروف اختلفت الحديث بعد 2003 و04 و05 عن حديث عن السيادة الحقيقة كان النظام يجابه تحديات كثيرة هناك مقاومة وهناك إرهاب وهناك انفلات وليست هناك نواة صلبة أو بنى صلبة عسكرية وأمنية للدولة لذلك كان الحديث يعني لا يتعامل معه جديا الآن التعامل جدي عندما تتحدث الحكومة ورئيس الحكومة حذر أمريكا من الاعتداء على العراق حذر إيران حذر تركيا هذا الحديث الآن مختلف عن الأحاديث السابقة هنا جدية وهنا ردة فعل حقيقية كما يقول أنصار الحكومة ومحبوها ماذا تقول أنت؟ علينا أن نثبت حقيقة أساسية ومن بعدها ننطلق العملية السياسية أو الحكومة هي بالتأكيد صناعة طبيعية ووضعية صناعة الاحتلال كاستحقاق سياسي للاحتلال وهي العملية السياسية بآلياتها القائمة والتشريعاتها والمحصصة الطافية التي تحكمها وبالتالي هذه الحكومة أو غيرها قبلها أو بعدها هي مجرد آليات شكلية لا حقيقة لها بعمق العراق وتوجهات العراق الناصحة الصحيحة بقدر ما لها علاقة بإرادة الخارجية ومطار الإرادة الخارجية ولكن أنا في ظني ومتابعاتي كمتابعة هناك ميل واضح للحكومة القائمة حاليا باتجاه أمريكا نسبيا وأن حتى ما يسمى الإطار التنسيقي الذي رشع السوداني ورشع ووفق على الحكومة الحالية استشعر هذه الحالة وهناك خلافات ما بين هذا الإطار ورموزه السياسي وبين الجانب السوداني وبعض الكتل المؤيدة له وبالتالي هكذا طرح طرح السيادة طرح في هذا الوقت فيه رأي الشخصي كمتابع هو يتناغم مع الرغبة الأمريكية للآلية القادمة لهناك شيء ما سيقوم يحتاجها هذه الآلية هذا الطرح إن كانت فكسيادة معناها الدالة الوطنية هو مطب جماهيري ولكن يجب أن تكون السيادة هذا المطب الجماهيري يأتي من قوة فعلا لها علاقة بالجماهير ولا علاقة بالعراق ورغبة حقيقية بإخراج العراق مما هو فيه أما تأتي جهة معينة هي صنعة احتلال تتوافق معين مع طرحات الآن للاحتلال تكون هذه الطرحات طرحات السيادة من قبل الشخص المعنيين هي أقرب إلى غاية أخرى غير المعلنة لكي يقبل أيضا طرحهم يقولون السيادة ولكن الحق هي أن يؤيد السلوك الأمريكي القادم في العراق أنا لست مع السلوك الأمريكي القادم مع العراق بشكل مفتوح لأن أي سلوك خارجي تجاه العراق إيراني أمريكي صهيوني أي مكان هو في صالح تلك القوة وليس العراق فأمريكا تريد أن تعيد ذاتها للمنطقة تقوض الجانب الإيراني الذي هو أسوأ من أمريكا للعراق الآلية التي تدخل لها هي عملية السيادة في قناعة أيضا لأن الأمريكا هي من صنعة عملية سياسية وبالتالي قد تجعل من هذه الآلية سند لها وأيضا جواز مرور باعتبار العملية السياسية هي التي من دعت إلى السيادة وبالتالي هو توظيف لمصطلح وللحاجة أكثر من تنفيذ لمطلب عراقي ناصح أيضا دكتور خليني أقتبس بما قاله أو كتب أحد الناشطين العراقيين للتدليل على المعايير المزدوجة لتعامل القوى السياسية حتى الآن مع هذه الجدية عن الحرص على العملية السياسية يقول هذا الناشط يقول أحزاب السلطة السياسية تغضوا الطرفة عن الانتهاكات الفاضحة للسيادة العراقية التي تقوم بها إيران منذ العام 2003 حتى الآن وأخذت تقدم لهم التبريرات الدينية والمذهبية والسياسية والاقتصادية حتى ملئ العراق بالميليشيات والشعارات الإيرانية وصور القادة الإيرانيين بل حتى أسماء بعض الشوارع أصبحت تطلق على قادة إيران الذين حاربوا العراق ودمروا المدن العراقية وقتلوا وجرحوا أكثر من مليون عراقي فأين هي السيادة العراقية وحدة السيادة العراقية إذا تركيا أو أمريكا تقصف هناك إدانات إيران ليس فقط غض الطرف والصمت إيجاد مسوّغات وتبريرات أنت تلاحظ هكذا معايير مزدوجة للتعامل مع منتهكي السيادة العراقية من أطراف إقليمية ودولية التعامل المزدوج إذا كان كلام السؤال الأستاذ العزيز موجود بكل المستويات بمستويات كافة سواء الدول المجاورة أو حتى من السياسي العراقيين والمشكلة الكبرى من بعض المثقفين العراقيين الجواجية التي ذكرتها جنابك غض الطرف عن تجاوزات إيرانية كبيرة ضد العراق فيما فيه احتلال الفكة إعلان رسميا العراق تابع إلى إيران الاتهاكات على كل الحدود المخدرات كل المساء ويخرج له بمبررات للأسف الشديد خارج المنطقة إذن نحن للأسف الشديد أمام أناس جندوا أنفسهم لقوة خارجية بدلالات مذهبية طائفية هم لا يعون حقيقة انحرافاتها ودريع ذلك أن خنادرات ذاتها تقطعت أوصالها إلى قطعا متناحرة إذن نعم أؤيد الازدواجية هي تحكم التفسيرات تحكم المعايير وهذه الازدواجية ذاتها عندما يتم تجسد عندما تتجاوز إيرانية تقطع الكارون نهائيا نار الكارون نهائيا تقطع نهر ديالة تجفف الأهوار تقطع كذلك لا يقال شيئا عندما تقوم تركيا أيضا هي خاطئة بذات الخطأ الإيراني عندما تقلل حصة المياه من العراق يكون الإعلام موجه إلى تركيا الخاطئة أو أكه تركيا الخاطئة المذنبة بحق العراق لأنها تقطر بالماء العراق تغطيرا العراق ليس دولة يهاب كما كان سابقا يجبر تركيا على أن تعطي الحصة كاملة المثقف العراقي ينهار بالوردود السلبية على السلوك التركي الخطأ ولكنه يغضب طرف عن السلوك الإيراني الخطأ إذن الأسف الشديد هذه المعايير المزدواجة موجودة في داخلنا في تقييماتنا ندعي العراق نحن شيء ونطبق شيء آخر وأقول الأسف نعم وأكد سؤالك وتوجه العام لسؤالك أن المعايير المزدواجة تحكم الأمور بما فيها مفهوم السيادة وتطبيقاته على مستوى العاملين السياسية متقفين عراق القوى الأقليمية والقوى الدولية شكرا أستاذ من ضيفينا الكريمين ومن المشاهدين الكرام أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار عن التباك الأمريكي الزائف على ما يسمى السيادة في العراق واتهام الآخرين بخرقها وإهانتها بعد الفاصل نعود بقو معنا برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في التباك الأمريكي الرسمي على ما يسمى السيادة في العراق واتهام الآخرين بخلقها وإهانتها ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي عبر اسكيل الدكتور رافع المالكي كتب مقال في موقع وكالة الأنبال العراقية أنه قضية السيادة الحقيقة الآن مما يشكك بالسيادة أو يعتقد أن لا سيادة في العراق الحقيقة تهم بأنه غير وطني عراقي وقال في راح أقتبس لك جزء مما قال المالكي يقول المالكي ليس انحيازا أو مبالغة إذا قلنا أنه 21 من شهر آيار من عام 2006 وهو تاريخ مباشرة حكومتنا الأولى حكومة المالك عملها هو تاريخ مفصلي بالنسبة للعراق ففيه استلمنا بلدا من دون سيادة مقطع الأوصال تهي من قوات الاحتلال الأمريكية على قراره الداخلي والخارجي ولا يزال يخضع لبنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنشط الجماعات الإرهابية في كل شوارعه وأزقته وبراريه وتتوزع ولاءات كثير من الأحزاب المشاركة في الحكم على الأنظمة الإقليمية والدولية وتمارج جماعات سياسية ودينية أخرى نشاطاتها السياسية والدينية والاقتصادية بعيدا عن الدولة وقرارها هذا هو الواقع الاستثنائي الذي كان بحاجة إلى تفكير استثنائي وقرار استثنائي وتدابير استثنائية للدفع به تدريجيا نحو هدف السيادة الكاملة وهو ما حصل قضية السيادة انتهت طوية صفحتها الواقع 2006 الآن غير واقع كلام جميل قبل ذلك يعني أريد أن أسألك تأكد هذا كلام يعني كتاب نوري المالكي نعم نعم كتب في مقال بغض النظر عن هذا الهراء الذي يعني بس كلام متهر روعة جميل لكن لا أعتقد أن المالكي لا يستطيع يكتب جمعتي ليس هذا كلام كله بس عموما يستعين بصديق يستعين بصديق ربما رغم هذا كل الهراء لكن هناك أربع جوانب جاني أقول أولا وربما تجيب على الحقيقة تستدكر كأنه يتحدث عن المشهد الحالي تماما نعم أربع جوانب ربما تحدد مفهوم السيادة في كل مكان نعم أن تكون لديك حكومة مسيطرة على كل كل المحيط الجغرافي الذي يمثلها حكومة العراقية مثلما تحدثت بالسؤال الأول قبل قليل حكومة عراقية تكون لها سيطرة كاملة على أرض وسماء ونائر وكل شيء في العراق بشكل كامل هذه وحدة الثانية أن يكون لها اعتراف دولي هذا الاعتراف الدولي طبعا كنا نعرف أنه هذه الدول كلها اعترفت بالهراوة الأمريكية اعترفت بهذا النظام وبالعراق بهذا الشكل المخربط بهذا الشكل الذي لا يعرف له شكل وليس له دولة بالهراوة الأمريكية أمريكا هي التي أجبرت العالم كله بهذا نظامها اللي مسيطرة عليه أن تعترف بهذا النموذج الذي صنعته هذه الثانية وكل العالم يعرف وأمريكا تعرف وكل أهل العراق يعرفون هذه وإيران التي يعني تتغول بالعراق تعرف هذه القضية قضية الثالثة واحدة من القضايا المهمة أيضا أن السيادة أساسا يعني يجب أن يكون السلطة الموجودة أو الحاكمة أو الحاكمة الحكومة التي تحكم أو تسيطر قرارها يجب أن ينبثق من رئيسه ليس هناك قوة خارجية أو داخلية تجبرها على عدد الشعب الشعب واحد تجبرها على اتخاذ هذا القرار ما يحصل في العراق كل عكس هذا تماما نحن هذا الهراء اللي يعني يقول نور المالك الكاتبة نحن من عام 2003 لحد الآن لدينا حكومات وليس حكومة واحدة يعني هو الآن السوداني هو الحاكم باسم العراق هو الذي يحكم العراق أبدا هو رئيس من الرؤوس وأضعف الرؤوس وكل الرؤوس الباقية هي التي تحكم العراق ميليشياوية تابعة لإيران معرف منه السفارة الأمريكية السفارة البريطانية كل هذه رؤوس تحكم العراق وبالتالي سيطرت الحكومة هذه هل تسيطر على شيني المساحة الجغرافية التي تسيطر عليه هذه الحكومة يعني محافظات قريبة من عدم تسيطر عليها ما تعرف هذا واقع الحال هل تسيطر على الحدود واحدة من المحددات أيضا أن تكون الحكومة سيطرة على حدودها حدودها مؤمنة ومسيطرة عليها هل هذا يحصل في العراق حدود سداح مداح الكل يدخل ويخرج ومملوء العراق مخدرات واسلاح ومصائب كبيرة وارهاب ويتحدثون عن الارهاب دخل من الخارج كيف تدخل وانت عندك مليون جندي وشرطي وما أعرف منه شون دخل الارهاب هذا إذا نكون خلل أنت هذه القوات التي تدعي وتخصص لها كل هذه الموازنات هي مو قوات كذب هاي الفضائيين أنت أو مهمتهم غير المهمة الحقيقية التي أوكلت من الشعب إليهم أو غير حتى اللي أوكلها الدستور أنا الدستور هم يتحدث عن السيادة يقول أن الدستور حامل للسيادة ورئيس الجمهورية هو الحامل للسيادة هل هذا رئيس الجمهورية أو كل رئيس الجمهورية من عامabile الثالثة هو ممثل للسيادة ويحمي السيادة ويحمي الدستور كذبة كبيرة فبالتالي هذا الكلام هو راء لأن كل التطبيقات التي تحدد مفهوم السيادة غير متوفرة في العراق من عامل في الثلاثة اللي عد الآن راحوا الأمريكان جاءوا الأمريكان هم الأمريكان ليش طلعوا من العراق يعني إذا طلعوا من العراق ليش الآن يجرون مباحثات لإخراج الأمريكان من العراق هو من أجابهم بال2014 من أستدعاهم لتحرير المدن مثل ما قالوا من أجابهم ما هي الحكومة جابتهم هذا الكلام وقواعد عندهم بالعراق ومعرف منه إيران وجودها وهذه الميليشيات والقرار القرار اللي يصل حتى تشكيل الحكومة لا يمكن أن تشكل حكومة إذا ما يوافق ما توافق إيران وما توافق طهران وما توافق واشنطن وين الاستقلالية وين السيادة هي موجودة أساسا فالحديث عن هذا الموضوع بهذه المقالات المعيبة يضحك بها على نفسه لذلك أنا أقول يعني بغض النظر أن يكون يعرف يكتب سطرين أو لا يكتب هي مو هذه القضية لكن هذا هرى الحقيقة هذا محاولة للتضليل مفهوم غير موجود المحددات غير موجودة على الأرض واقع الحال يثبت أنه غير موجود هذه القضية هي أساسا وأعود مرة أخرى يجب أن تكون هناك دولة إحنا ما عدنا دولة حتى تكون إذا سيادة ليس لدينا دولة مفهوم دولة ما عدنا الكل يتحكم بنا باقتصادنا بسياستنا بأموالنا حتى الأموال العراقية وأنا الأموال العراقية بالبنك المركزي الأمريكي أكو دولة تحترمنا يجيب لي دولة من دول العالم الأموال مالة غير دولة وهي التي تتحكم بها تنطيك لو ما ننطيك ما هو هذا الوضع هذا هذا يدلل على أنه العراق بسيادة والحديث عن سيادة ودستورة 2005 تحدثنا عن السيادة والمار شنو كذبة كبيرة فبالتالي نحن أمام لعبة كبيرة وهذا يدلل على أنه فاقد الشيء يتحدث عنه وما فاقدين لهذا الشيء هم يحسونك وعقدة نقص من هذا الشيء لذلك يتحدثون كثيرا عن السيادة ماك واحد بالعملية السيادة إذا ما يذكرنا السيادة والاستقلال والفساد محاربة الفساد لاحظ شقدك فساد بالعراق لكن الكل يتحدثون ضد الفساد وهم كلهم متهمين بالفساد يأكاد المريب يقول خذوني نعم دكتور قحطان هذا الانتهاك المتواصل للسيادة في العراق السيادة المهانة المعتدى عليها سببه أجز النظام السياسي وشلليته لأسباب كثيرة أم تواطئة مع المصالح مع قوى إقليمية ودولية لذلك هو مضطر أن يسكت على هذا الانتهاك لأن هناك مصالح مضطر أن لا يتحدث مضطر أن يساير هذه القوى الإقليمية عجز أم حماية ورعاية لمصالحه مع القوى التي تنتهك سيارة العراق إقليميا ودوليا حياك الله وأريد أن أعلق قليلا أو أضيف على ما تفضل به لأستاذ الفاضل الفلاحي على سؤالك قبل خليل لمقال المالكي أنا أؤيد المالكي بما قاله جملة وتفسيرا وأول جندي للتنفيذ هذا الذي قاله في مقالته ولكن بنفس الاندفاع مالي وأي قول سابق للمالكي وأكون جندي لتنفيذه وهو سبق وأن قال نحن السياسيين نحن السياسيون الذين عملنا بل فينا وثلاثة ثبت فشلنا وقصر نظرنا ولا ننفع أن نبقى في العملية السياسية إذن الذي قال عن نفسه هذا الوصف هو لا يمكن أن يبقى لكي نستمع لقول من هذا الذي سمعناه وهو على وجه اليقين ليس له بالمرة وأن كان فيه سليما أو كان ناصعا عودة إلى السيادة هل هي وضع حقيقي نتيجة العجز أو التواطر أو التواطر الخارجي أقول الحالتين كلاهما يكمل بعضهما البعض التواطئ هو أساس الحالة لأن العملية السياسية قلنا ونقول صناعة القوى الخارجية صناعة عواصم الثلاث لا ثالث لهم متوفقات ما بينهما هي طهران وواشنطن الكيام الصهيون وبالتالي المجامع التي الآن تصلت على الشأن العراق بأثناء الثلاثة لا تقوى أن تقول شيئا أن تذهب باتجاههم يخالف هذه القوى السياسية الثلاثة كيف تتوافق هذه القوى الثلاثة يكون التوافق مطبق عن طريق القوى السياسية العاملة تقاطعت هذه القوى تتناحر القوى السياسية في الطروحات وبالتالي هذه السيادة هي الدعوة لها أو فقدان العراق للسيادة هو نتيجة إلى العملية السياسية التي صنعها المحتل والتي هي أساسا تحقق أجندات خارجية وبالتالي كما قال أستاذ الفاضل للدلالة على السيادة أن تكون السيادة جانب كبير منها هي إرادة ذاتية وطنية عندما تكون عراق إرادة خارجية تابعة دليلة فهي أين السيادة؟ إذن نحن نقول فقدان السيادة في العراق هو نتيجة طبيعية 100% يعرف أن كل متابع واعي يملك أقل مستوى من الوعي السياسي وغير السياسي من لا يملك رأيه ولا يملك قوته لذاته ولم يكن حاضراً في ساحته هو غائب عنها وأي كان حاضراً وبالتالي هذه المجاميع سالة العزيز الحكومية هي السبب فقدان السيادة والسيادة نتيجة للطواطئ والتي جعل الحجز الذي هو يكمل بعض البعض من 2003 إلى حد الهاتف دكتور رافع الحقيقة الناشطون والمدونون يقولون أمريكا لا داعي لأن تتهم آخرين باختراء بخرق السيادة إيران أو غيرها النظام الموجود حالياً والميليشيات الولائية الحقيقة هي المعتدي الرئيس على السيادة في العراق هي التي أهانت الدولة العراقية بفسادها وطائفيتها إذا كانت حقاً حريصة على السيادة عليها أن تشير بأصابع الاتهام لهذا النظام الميليشيوي الذي صنعته ورعته وتدعمه منذ عشرين عاماً صحيح هذا الكلام صحيح وعليها قبل ذلك أن تشير إلى نفسها تقول أن نحن من خرق السيادة ونحن من نقرق السيادة ونحن من جئنا بهؤلاء ونحن من أدخلنا إيران إلى العراق ونحن من دمرنا العراق وخربنا كل شيء فيه هذا وقع الحال لأن الصورة الآن تبدو مضحكة مبكية تحدثو عن قضية غريبة عجيبة سيادة وغير سيادة دكتور هل ما أقول نظام سياسي ما هو الذي يعتدي ويهين سيارة البلد الذي يحكمه عندما يكون أجيراً عندما يكون هذا النظام أجيراً وليس تابعاً للوطن ليس حريصاً ليس وطنياً ليس لا يخرج من رحم الشعب لا يمثل الشعب هذا واقع الحال دعني أقول لك مثالاً ربما سيوضح هذه السيادة هل لدينا سيادة أو لا عندما يأتي رئيس ما يسمى القدس المعرف شنو حرس الثوري الإيراني فيلق القدس فيلق القدس قآني وقبله كان سليماني عندما يدخل إلى العراق ويجتمع مع كل أو حتى وزير خارجية الإيران ويجتمع مع كل قادة الأحزاب والأحزاب والتكتلات السياسية بالعملية السياسية يروح يجتمعوا إياهم ويفتر بالمحافظات ويقعدوا إياهم وزير خارجية ماذا يسمى هذا؟ يعني هل يسمع مثلاً للسفير العراقي في طهران أن يجتمع مع القوى السياسية في إيران كما يشاء يقعدوا إياهم ويسوي ندوات ويتحدثوا إياهم كيفما يريد هل يحق للسفير العراقي في أمريكا أن يجلس مع عضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ يعني بالبرلمان ويقعدوا إياه السياسين ويقعدوا إياه حزب الجمهوري والديمقراطي كما يشاء وينصحهم ويتكلموا إياهم ويوجه لهم وينتقد قراراتهم كما تفعل السفير الأمريكي في العراق هذا يجلل على أنه في العراق الأمور غير شكل سيولة سيولة حقيقة ولا وجود الضوابط ولا وجود القانون ولا وجود احترام الآخرين لوجود الحكومة والقوانين ولا وجود القوانين تمنع هؤلاء ولا وجود القوة تمنع هؤلاء قوة وطنية شخصية وطنية وبالتالي العراق يجب أن تكون لديها هوية قبل كل شيء لكي نتحدث عن السيادة ما هي هوية العراق اللي يطلع عنا السوداني وغيره والمالكي وغيره يقولوننا شنو هوية العراق ما هي هوية العراق من عام الفن الثلاثة إلى حد الآن شنو هوية العراق تحدد هذا الدستور اللي يقول لنا الشعب المدروين العربي المدروين يمثلون مدروين والكراد مدرش يمثلونه هذه اللعبة هذه لعبة الثعبان والدرج هذه اللعبة غريبة عجيبة هذا ماكوش دستور والمكونات الفلانية والأقليات الفلانية هذا مو دستور هذا هذا فخاخ منصوبة للعراقيين في التالي هذا كله يدلل مع القوى الحاكمة للعراق مع الدستور هذا الكسير يدلل عنه هذه القوى وما مكتوب هو من يخترق السيادة وهذه القوى وهذا الدستور وكل ما يجري في العراق لم يأتي اعتباطه ما نزلنا بالبراشيوت لا جابوا الأمريكان وخلوا ودخلوا إيران ودخلوا كل شيء وهذا الغاية واحدة هي أن يضعف العراق أن لا تكون له لا سيادة ولا استقلال فالحديث عن السيادة الآن الأمريكان يتحدثون بالإيران يتحدثون قوى العملية السيادسية يتحدثون عن السيادة لأنهم يعرفون أن هذا المفهوم غير موجود بالعراق لذلك يتحدثون عنه بطريقة غريبة عجيبة ويألفون عن القصص والمالك يكتب عنه مقالة بهذا الشكل لأنه مفقود غير موجود الحقيقة والعراق يعاني من عقدة نقص بالتجاهة وهذا كله يتحقق عدما يكون هناك نظام وطني هناك نظام يمثل الشعب يمثل إرادة الشعب عند ذلك تتحقق السيادة حدودة الصان سماءة الصان نحن لحد الآن الطائرات التي تمر لا نعرف شنه هذه الطائرات الصواريخ التي تضرب من هذا الطرف وهذا الطرف لا نستطيع أن نوقفه ولا نستطيع أن نتحدث عنه جسر للطيبين دكتور قحطان الحقيقة هناك من يقول أن أمريكا الحقيقة واقعة في تناقض لا أدري تناقض أم تضحك على الرأي العام في العراق تقول أن إيران وميليشياتها هم من يعتدون ويخرقون ويهينون السيادة في العراق وعليهم أن يكفوا عن هذا الأمر وهذا النظام الموجود وهذه الميليشيات الآن تتحكم بالنظام تحظى بالرعاية الكاملة من قبل الأمريكيين منذ عشرين عاما وحتى اليوم تعتقد هذا تناقض أمريكا غير منتبهة له أم أنها يعني تعتقد أن الرأي العام في العراق ساذج ويمكن أن تمرر عليه يعني هكذا دموع كما قال الناشطون دموع زائفة وكاذبة بالتأكيد دموع زائفة وكاذبة أمريكا نزلت ساذجة لهذه الدرجة وهي تعيمة تقول حتى أن ترتع للخطأ هي تعيف عندما قال بوش أن حروف صليبية ورد ساعة الأخرى قال أنها زلت لسان لا مدروسة يعني ها كل شيء مدروس لأنها قلنا قبل هي مغازلة ومحاكاة التوجه العام الوطني لإنهاء حالة اللاسيادة إنهاء تغول الفصائل المسلحة والائية إنهاء التغول الإيراني في العراق أمريكا تحاول أن تحاكي هذه السدج من شعبنا وكأنما تكون أمريكا المنقذ الأول الأخير إلى العراق هنا لا ننكر أن على أمريكا واجب قانوني دولي أنها محتلة وبالتالي عليها أن تفرل سيادة العراق وتصونها وتحافظ عراق واجب كأي دولة محتلة على التي تحتلها ولكن حدثت الأمر التغول الإيراني نتيجة لتوافقات إيرانية أمريكية الانسحاب الأمريكي عقبه توجه الإيراني للعراق سريع في أرادة أمريكية الفصائل التي التهى أو القوى السياسية التي حضرت اجتماعات لندل ونيويورك أمريكا تعلم أنها تابعة إلى إيران ومقراتها في طهران كلها تعرفها كما هي الآن تعرف أن غزة مظلومة وتدعي أنها تبني ميناء عند غزة لمساعدة المواطنين والحقيقة هناك هدف آخر لهذا الميناء سيأتي وللماذا أمريكا لا تفتح طريق مصر إلى غزة لكي تمد المواد الغذائية إلى غزة كلها ضحك على الزقون وتبرير إلى الفعل الآتي الأمريكا الذي يخدم مصلحتها على حساب العراق وغير العراق دكتور بدقيقتين أمريكا لماذا لا تقول لهذه الميليشيات كفوا عن انتهاك سيادة العراق هي من من جعلت سيادة العراق خرق بالية تمصح بها الأرض هي حقيقة هي من هي من أرادت أن تكون سيادة العراق بهذه الطريقة بأن العراق بلا سيادة وبلا دولة وبلا حدود وبلا استقلال هي من تريد ذلك فلذلك لا تقول هؤلاء لأنه لو قالت لما جاءت وحتلت العراق بدعاءات كاذبة لما جاءت ودمرت العراق بهذه الطريقة حتى بالحرب على العراق حتى باحتلال العراق هل كان يعني هل كان مفروضا أن تدمر كل الدولة العراقية والمؤسساتها وتحلها بهذه الطريقة هذا كل يدلل على أنه كل شيء كان مخطط لأجل أن يصل العراق إلى هذا المستوى هذا واقع الحال فبالتالي أن يكون العراق بلا سيادة وبلا استقلال وفوضى عارمة ومليشيات تحكمه وإيران تتحكم به هذا جزء من المخطط الذي أرادته أمريكا وجاءت من أجله من أمريكا وعبرت المحيط الأطلسي وجاءت بمئات الآلاف من جنود لأجل هذا المخطط لذلك حققت هذا المخطط بهذه الطريقة الآن تحدث عن أشياء يعني مثلما يعني قصص ألف ليلة وليلة كلام خرافات بتحدث أنه عن السيادة والاستقلال هو من مسؤول عن السيادة والاستقلال ولماذا يعني هل العراق كانت سيادة واستقلالة مخترقة وانتوا جئتوا الآن تتعيدوا لسيادة والاستقلال أم هي كانت موجودة وانتوا خرقتوها ودمرتوها وانتهكتوا كل القوانين الدولية ما هي دولة عضوها بالممتحدة وعضوها بكل المنظمات الدولية كيف يمكن بدون قرار دولي بهذا الشكل وبحرب كاذبة ومخادعة وبأسباب مخادعة ودمر العراق بهذا الشكل وجئتوا بمن ينفذ لكم أجندتكم وجراء عند إيران وعند أمريكا ينفذون هذه القضية فهذا كل اللي يجري الآن جزء من هذا المخطط وجزء من الحديثه ومحاولة التي تضليننا بالحديث عن سيادة واستقلال وحرية وازدهار العراق هم يعرفون للعراق سيزدهر وللعراق ستكون به سيادة والاستقلال ما دام هذا الوضع مستمر في اختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكان معنا عبر اسكايب الدكتور قحطان خفاجي وأستاذ العلوم السياسية أشكركم مشاهدين كرام إلى أن نتقي في الأسبوع القادم في أمانيا ترجمة نانسي قنقر